هذه هي المكونات دايما نفس الكوب لنفس الوصفة بزور الكتان كوب وسمسم كوب ودقيق الحمص كوب وماء ساخن جدا واحد كوب ايضا نفس الكوب لنفس الوصفة نطحن بزور الكتان والسمسم سنتحدث عن كل التفاصيل وهل هذا مناسب لحمية الكيتو دايت ام لا سنتحدث عن كل التفاصيل هذه هي المكونات بليجرام حاوضع جميع المكونات ايضا على الشاشة نطحن بزور السمسم والكتان وبنوضع دقيق الحمص وبنحرك المكونات ونوضع كوب الماء الساخن وبنحرك المكونات جيد سأوضع جميع المكونات على الشاشة اذا كنتم بحاجة الى التقاط صورة للمكونات هيك احنا دخلنا كل المكونات في بعض معلقة كبيرة خميرة 15 جرام قليل من الملح حسب سوقكم والسبب اني لم اوضع وضع الخميرة منذ البداية ما يفيد وضع الخميرة مع ماء شديد السخونة البكتيريا تموت الموجودة بالخميرة المكونات تمتص الحرارة يجب وضع الخميرة والعجين دافئ يمكن وضع قليل من الماء اذا لزم الامر يعني تقريبا معلقة حسب الحاجة يعني نكون ناقص من الكوب قليل الزيادة يعني ساحتاجنا بنوضع قليل من الماء الدفئ هيك اصبحت جاهزة بنوضعها على ورق الزبدة وبنفردها ممكن نوضع ماء نوضع بايدنا قليل من الماء حتى ما تلزاق بالايد ممكن نشكلها مثل ما احنا بنحب المربعات نقسمها على 16 مربع على اكتر اقل حسب زوكم نوضع قليل من الماء بايدنا من شان ما تلزاق معنا بنوضعها بالصونية بالصونية نوضع قليل من السمسم بنترك العجنة حتى يضعها في حجمها حسب حرارة المطبخ هذه المكونات اذا كنتم بحاجة الاتقاط صورة للمكونات هيك بنشغل الفرن مسبقان من الاعلى والاسفل 200 درجة مئوية بعد التخمير نوضعها بالرف الأوسط المدة يجب مراقبتها حسب نوع الفرن هيك اصبحت جاهزة يفضل نتركها حتى تبرد تماما لكل قطعة 108 سعر حرارية كربوهدرات 4.3 بروتين 4.5 دهون 8 جزء كبير من كربوهدرات هو من الألياف فلذلك هي مناسبة جدا للكيتو دايت ولمرضى السكر أيضا وللضغط الدم بلاحظة دايما يجب عليكم التأكد من هذه الوصفة وكل الوصفات بتناسب نظامكم الغذائي والوضع الصحي لا يوجد وصفة تناسب جميع الأشخاص شايفين كيف من الداخل كتير هو روعة أتمنى تكتبوا لي رأيكم تحت بالتعليقات لأنه رأيكم كتير بهمني في أمان الله شكرا كتير لكم إذا أعجبكم الفيديو تعملوا لايك والسلام